انا حب حضرتك تتكلم مع السادة المشاهدين في نقطة يمكن ربما لم يتم منقشتك فيها في اي حوار قبل كده وهي كيف يتعامل الاعلامي المحلل اي حد بيطلع على الشاشة مع كثير من القضايا لان الناس بقت شايفة كثير من الناس اللي بيطلعوا في الاعلام او مش شايفة بس ده هم فيه اتهام جاهز لأي حد بيطلع في الاعلام انت بتجامل انت بتنافق انت عايز مصلحة انت بتضلل الصورة وانا بصراحة بشوف انه بعض الناس او بعض الناس اللي بتتفرج بيبقى عضوهم عزر ان هم احيان بيشوفوا نمازك ولو قليلة ممكن هي اللي تشوه الصورة كابلة هقول لك كلمة تقيلة قوي الحكم بقى الطبقة المتطرفة اللي موجودة عندنا في الرياضة هو ده بقى الحكم فلونك ابيض او احمر هو ده اللي يكسبك لكن لو كنت انت بتحب كرة القدم بمعناها الحقيقي في المنافسة ومعناها الحقيقي في الاداء ومعناها الحقيقي في التعامل ملكش وجود في ساحاتنا الرياضية وبايت متعصب كمان ده تلاجت متعصب لا انا المتطرف دي اوفر المتعصب فانت لو ما بينتش نفسك زملكاوي قوي اوه ايه عم الزمالك ما جابش خسارة الزمالك لو ما بينتش نفسك اهلاوي ايه عم فين الاهلي حرامة ده الاهلي ربك واكله معانا مش كده التحليل مش كده التقديم مش كده التعليق مش كده كل ده لكن الطبقة المتطرفة دي لما بقت بتحكم بقت شوها اي حد يعني لما جيت فرحت مثلا في المطش الاخير ده بتاع الزمالك وحد صورني بدون يعني بدون علمي مثلا ونزلت انا خدتها بضحك خلاص عادي انا كنت فرحت بس مع كامل احترامي للأهل هو فرحتي على الاهلي وحش ما الاهلي لسه كذبان كان من شهر ما هي رايحة جاية ده علم كرة القدم بتاع بكرة عمره ما كان بتاع النهار ده انت لمطش خلص اتقفلت صفحيته ورايح لصفحة تاني لكن المتطرفين لما بقوا هم بيحكموا السوشيال ميديا والمتطرفين لما بقوا بيحكموا عالم الرياضة فبقيت تلاقي في اماكن كتيرة بيقعد متطرفين ويجي يقولك طب بتيجي يتكلم واحد تقوله انت ما تبينش معقولة ما يقولك انت مثلا بتقدم ما ينفعش كريم اهلاو او زمكابي لازم افضل معرفهاش طب انت فاهم دي مدرسة التقديم مثلا او دي مدرسة الحوار طب ان انت ملكش لون انت فاهم لكن ما تقدرش قوله اي من اسمالهوش لون ان انا متربي في الزمالك لبيس لتيشرتين اه عيشت حياتي كلها نادي الزمالك واناها تسعة سنين واحد تربى جوه نادي الزمالك وهو تسعة سنين انا اكيد بس انا تربط ان انا احترم المنافس وان جزء من قمتي كنادي الزمالك ان انا احترم الاهلي والاسماعيدي والمصري والاندي دي كلها دي قمتي يعني انت تبقى مش زمالكاوي لو ما احترمتهمش بص كانت التربية عاملة ازاي او الفكر عاملة ازاي بأحداث خطيرة حصلتلي في الوقت ده وانا بتكون 12 و 13 سنة الفكر ده مبقاش موجود سيادتك اعلن لونك وتطرفك للون انت كده على اقل يقولك ايه على اقل كده معاك 50% مجمعين ايه الكلام ده السهل يا تسهل لكن انت هتعمل لي محايد وبتشوف كل حاجة بوقعيتها وكل حاجة بتركبتها يا عام انت ولا حطوله ابيض ولا احمر اعرف الوقت ولا ابيض ولا اسوي عارف انت يقول لي هتفضل كده محدش بيحبك ايوه خلي حد يحبك في روح تطرف نحيته زي النجوم الكرة المعتذرين لما بيطلعوا يزايدوا وارجع اقول سبحان الله ايام ما كانوا بيعملوا عقدهم وكانوا بيقعدوا يلطموا في القوض ويهددوا يروحوا نادي تالي لما بطلوا بقى دلوقتي يطلعوا يزايدوا على زمال كاوه وإهلاوه ويبين بقى مدى تطرفوا للنادي ده قال يعني هي دي القيمة ليه الجماهير هتشوفك وتقول انت معانا بس عمرك ما هتلاقي جماهير تحبك يوم ما تغلط هتترمي حلوة حلوة الجملة دي يوم ما تغلط ما لكش وجود ليه؟ ان انت متطرف لكن اللي عنده وعلى فكرة والله مجالنا مليان الناس كويسة قوي وكتير قوي صحيح انا النهار ده صبح بصحة على صباح الخير من كتير من العابة الاهلي اصدقاء صباح الفلو وكسبتوا الماتش الجاي ستنونا حتتغلبوا يا ولادي الايهب وحزوزين ده حد يجيبوا حوار والله نفسي اطلع موبايلي وافرج الناس ايهو انت فاهم يا جماعة ده حوار الناس اللي فاهمه وبتحبه عارفة معنا يعني ايه كرة انا عايز اكسب بس مش عايز اكسبك ان انا اضحك عليه مش عايز اكسبك ان اقول الحكم اضغط عليه ده انت تم اعلان الحكم تم عملية تشوئه من ناديين ايوه يقولك ايه بقى ده تأثير علشان يخاف مني او تأثير علشان في نبتدي نعمل حملات بقى الكتابة الالكترونية ابيض وحمر وابتدي بقى نرعبه ايه ده الحكم المصري لو في حد بيشوه احنا تاني زي محمد صلاح لو حد عايز يدايقه فبيبقى من هنا هو محمد صلاح لو حد يدايقه من اوروبا مثلا وانا رجعت لصلاح ليه لان الجملة دي كتنقصة لو حد يدايقه من اوروبا ما يهموش لكن محمد صلاح يتوجع اوي لما يدايق من جوه بلده اوي يعني هو في الامم الافرقية ماشي مضطر نفسيا عملية تشوير محمد عنك برضو من فضلك استعرض لنا ارقام محمد صلاح ارقام هو اكتر لاعب شارك مع منتخب مصر اخر عشر سنوات اكتر لاعب سجل اكتر لاعب صنع هو اللي عمل كل حاجة علما انه في لعباء افارق كبير كتير لما وصلت لنجومات محمد صلاح في اوروبا ما كانتش بتروح منتخبات بلادها وكانت تعتذر عن معسكرات وفيه ما تشوف كانتش بتلعبها دروك بقوا قدتوا كانوا بينقهم براتق وكانوا وناس كتيرة بقى ودي بقوا يرساب توجو يعني في اسماق كتيرة شوف لكن الولد منتامي عايزي اول ده اللي انا بقوله عملنا عملية تشوية الحكم المصري ودايما بتدور على الغلطة اوبا ده محمد عشور ما دخلش للفورو محمد عشور محمود عشور ده احسن واحد بتاع فاري يبقى فيه حاجة متحضارة يقولك اه ماضي عشان شاطر بقى لاش تجيبه يبقى محضارين بقى مين حيكسب المحضار ايه ده نرسم المؤامر ده ما احنا عايزين فتن يعودوا يصنعوا الفتنة وبعدين بقى المتطرفين يعيشوا في الفتنة وتبتدي الاجواء تتوتر ليه منظر جميلة زي مالك والاهل يفرح في المطش اللي فات كل واحد يشجع الجميلة اول لما بيحصل تراشق بالكلام او خروجه على الاصول انت بتزعل لما يجي لعيب يشويه لك منظر حلو وتبلو حلو وحد يكسب من الفرقتين بتزعل ما في الاخر بلدك